بسم الله القوي اتقدم بخالص العزاء لكل شعب مصر في ابناء مصر الذين صاروا في عداد الشهداء في اثناء صلاتهم في مسجد الروضة بشمال سيناء هذا الارهاب الذي يضرب بشدة وبقصوة ومتخليا عن كل القيم الانسانية والمبادئ التي خلق الله الانسان من اجلها ومتخليا عن كل المبادئ التي عاشت بها مصر على الدوام في محبة وفي وقام اتقدم لكل الاسر بخالص العزاء ونعلم ان هؤلاء صاروا في عداد الشهداء وايضا اصلي من اجل المصابين والمجروحين اصلي من اجل كل الاسر التي تضررت في هذا الحادث واصلي من اجل مصر كلها كل شعبها وكل المسؤولين والقيادات فيها الذين تضرروا كثيرا وتأثروا هذا الحادث الشنيع انه شكل من اشكال الاجرام الذي يضرب في مناطق كثيرة ولكننا في وحدتنا وفي ثقاتنا بالله وفي العمل المشترك من اجل ضحر هذا الارهاب الذي يصيب الانسانية هو لا يصيب الشعب او الارض هو يصيب الانسانية في مقتل وانا واثق تماما ان الله الذي حفظ مصر عبر القرون وعبر السنين الكثيرة وفي المحن العديدة انه سيحفظها من كل شر رغم كل هذا وستبقى وحدة مصر القوية هي السند القوي وهي النموذج القوي لحياة مصر وحياة المصريين خالص العزاء وكل التعزية لكل احد انا اتحدث من المستشفى الذي اعالج فيه في خارج مصر ومنعتني الظروف الصحية من ان اشارك بنفسي في هذا المصاب الجلل الذي اصاب مصر ارجو الصلاة والدعاء دائما لكل المصري ترجمة نانسي قنقر